فضاء متفحم بالكامل في جزء من سجن جتيغا في بوروندي وبعض من الآثار مما بقي من حريق هائل تسبب في بقتل ثمانية وثلاثين شخصا حصيلة لم تتوقف هنا أمام إصابة تسعة وستين شخصا آخرين بجروح خطيرة الحريق دلع في أحد أكبر سجون بوروندي بإيوائه أكثر من ألف وخمسمائة نزيل رقم يشكل أكثر من ضعفي طاقته الاستعابية وفق إدارة السجن شهود عيان أفادوا أن النيران أتت بالكامل على أقسام عدة حيث باغتتهم أثناء نومهم كما أفادوا بتأخر رجال الإنقاذ إذ وصلت أول سيارة إطفاء بعد ساعتين من اندلاع الحريق وزارة الداخلية في بوروندي عازت سبب هذا الحريق إلى تماس كهربائي